اشتركوا في القناة مع ضيفنا الدكتور عيسام الراسي أهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا حضرتك اختصاصي جراحة القلب والشريين عند الأطفال هالحالي ما منحب نحكي عنها لأنه نقطة ضعف عندنا أكيد هي أطفالنا ولكن ما فينا نهرب منها فيه ولاد عم بيخلقوا مع تجوهات خلقية بالقلب حالات أوقات ممكن تأدي للأسف لو وفاة الطفل إذا ما تحركنا بسرعة كبيرة أداية شائعة الحالات عندنا شائعة جدا يعني واحد بالمية من كل الأطفال اللي بيخلقوا بكل بلدين العالم مش بس في لبنان واحد بالمية عندهم تشوه بالقلب وهذا التشوه هو مرض قاتل أول سنة من الحياة أكتر سنة أكتر مرض في التك قبل عمر السنة قبل عيد ميلادهم الأول هو تشوه قلب الأطفال يعني لازم ناختوه بجدية كتير كبيرة أو بالأحرى لازم يكون لنا يكون لنا توعية أكتر حول هلأ هذا هو لنا أصنع تشوهات الخلقية بالقلب يمكن عنوان عريض بشمل عدة مشاكل ممكن تكون عند الطفل أنا أخذ فكرة عنها ما هيك حق مية بالمية في 35 تشوه ممكن يكون موجود بالقلب يعني واحد منهم بدون سيب واحد بالمية من الأطفال نعم ودرجات الخطورة بتختلف بيها متفاوية متفاوية بس حتى نطمن الأهل لأنه عم يسمعون ناس عندهم هلأ أولادهم عندهم تشوه بالقلب نعم عم يعيشوا هذه التجربة نعم تسعين بالمية لخمسة وتسعين بالمية بيشفوا تماما حلو يعني بعد ما يجوا يتعالجوا بينسوا أنه عندهم تشوه بالقلب برغم أنه الحالة شائعة الخبر الحلو هو أنه نسبة الشفاء كتير عالية من هيك إذا في مسج وحد يجب يخلي براسه ما يخافوا يستشيروا لأنه 95% من الأولاد رح يشفوا رح ننسى أنه عندهم هالمرض لا سوء الحص في 5% خطرين ومعقادين نعم تشوهات الخلقية بالقلب الأكتر شائعة شو هي؟ الأكتر شائعة هي ثقب يكون في تواصل ثقب يعني بين هالجدار اللي بيفصل للقلب الأيسر يلي فيه الدم يلي فيه أكسجن والقلب الأيمن يلي ما فيه أكسجن فيه ثقب داخل القلب بيتواصلوا الدمين الأزرق والأحمر نعم هذا الشي بيأذي القلب هذا الشي بيأذي الرواية الولد ما بيعود فيه يتنفس كما يجب بيكون دائما نفسه دي ما فيه عمل جهد ما بيكبر مثل ما لازم ولد خلقان جديد 3 كيلو بده يصير 10 كيلو بعمر السنة ما بيوصر لها الوزن هذا هدول أكتر الأمرات شيوعا باللبنان وبالعالم نعم أمتى بتظهر هالحالي يعني ممكن تظهر قبل الولادة ما بتبين قبل الولادة ما بتبين أنه كلينيكلي ولكن موجودة بس موجودة يعني موجودة بتكوين الطفل وصرنا عام نشخصها قبل الولادة بالوقت الحاضر بال2015 بلبنان لأنه لبنان بلد متطور جدا طبيا مش مسموح بقى يخلق طفل عنده بالقلب ما نكون عارفين فيها مسبقا المرأة الحامل بدأت تعمل 3 ايكو 3 صور صوتية قبل ما يولى 3 أساسيات خلال فترة حمل 3 أساسيات أو أكتر أربعة مفروض يبين هالتشوه قبل حتى نهتم بالولد أول ما يجي عدن بأي مرحلة من الحمل تظهر تظهر أكتر شي بيتاني ايكو يعني بالشهر الرابع بين الرابع والخامس بتبين على الأكيد ممكن ينعمل شي كعلاج قبل الولادة نسمع بحالات بعد أبحاث بعد أكسبريمنتل بيعملوها برجعوا بيتراجعوا عنها برجعوا بيفوتوا فيها بعد أكسبريمنتل بعد ما في شي دفنت ولكن بمعظم الحالات بعد الولادة فورا بتظهر هالحالة ممكن تنكشف أو لا لأنه منسمع أنه أوقات بمر سنين وما بتظهر نحط حالنا بالصورة يلي هلأ عمرهم عشرين سنة وخمسة عشر سنة ممكن نلاقي عندهم تشوهات لأنه من عشرين وخمسة عشر سنة ما كان فيها التطور بالأنتي نيتل دايجنوسيس ما نسميه التشخيص ما قبل الولادة ما كان فيه مكانات ايكو متطورة والحكمة ما كانوا هالقد عملين ترينيج على هالأمور بس اليوم مفروض نشخص كل شي بس البرد بيقدر ما يعطي عوارد بس يخلق الطفل بيخلق طبيعي لو نزهر بيكبر بس السقب شوي شوي بيبلش يقزي مع العمر عشر سنين خمسة عشر سنة بتبين العوارد يعني ممكن تمرق سنين طويلة قبل ما نعرف أنه فيه اكزاك بس نحن إذا شايفينا قبل الولادة ما مننطر تتبين العوارد صحيح منعالجة قبل ما تظهر العوارد حتى الولد يعيش مئة سنة لأنه قلبنا بده يعيشنا مئة سنة نعم بده يرجع على موضوع الثقب بالقلب بنسمع أنه فيه حالي يعني بتصح لوحدة بسكر الثقب لحاله فيه عدد من الثقوب بتسكر لوحدة فيه ثقب أوقات مننطروا عليه بس لنطمر بعض الناس فيه ثقب مننطروا عليه ستة شهر يعني بيعرفوها اللي عم يسمعونا عايشينا بيجوا عند الحاكيم بيقولهم فيه ثقب بالقلب رجعوا بعد ثلاثة شهر نعمل إيكو بيبلش يصغر كمان ثلاثة شهر بيبلش يصغر بصحة الطفل دون ما يعوز شي نعم وبس السقب يصير ثلاثة مليمتر أو ثلاثة مليمتر أصلاً ما عبده علاش هذه الحالات الحلوة نعم بأول سنة من حياة الطفل اللي ممكن يكون عنده هالتشوهات شو هي العوارض اللي ممكن تظهر إذا بدأ تظهر بأول سنة هلأ قلنا أنه بما أنه القلب مفتوح على بعضه الدم ما بيروح كله على الجسم بيروح كتير منه على الروية وبالتالي إذا ما عم يجينا أكسجين يعني مش ممكن ما نكشف هالحالي ما منكبر هالولد كت كيلو بصير أربعة كيلو بصير خمسة كيلو بلاحظوا الأهل أنه هالبي بس يخذ الببروني عم يعرق مش عم بكفيه على الآخر بيشوفوا حكيم الأطفال بيقولوا معلشي طولوا بالكون بيرجعوا تاني مرة كمان معلشي طولوا بالكون هون لازم أوقات الأهل هني يقولوا بدي استشير طبيب قلب أطفال لأنه 1% يعني 700 طفل بلبنان 700 طفل كل سنة بلبنان ما لازم كتير يعني إذا عندهم أي شاك ما ينطروا أكزاك لي لأنه ما منخسر شي إذا استشرنا حكيم الأطفال حكيم القلب لما العوارد بتظهر كيف من شخص أي حالة بزيت منها الـ 35 ممكن يكون مع الطفل في عنا 20-30% منهم عند الولادة بدوا اهتمام فوري بمحل متخصص ومعقولة عوز جراحة بالساعات بعد الولادة أو الإيان وإذا كنا عارفين قبل الولادة المتخصصين بيكونوا موجودين عند الولادة حتى يتصرفوا نفضل أكتر بكتير ننقل ما ننقل للطفل بعد ما يولد من مستشفى لمستشفى الأفضل أمه تجي وبعده ببطنة على المستشفى المتخصص وتولد فيه هذي أهم الأشياء نسمع أنه ودغري بعد الولادة الولد ممكن يخطع لعملية جراحية مهما كان وزنه أو إيت 500 جرام أو إيت كيلو أو إيت 3 كيلو أول ما يولد بالأيام اللي تلل الولادة بده جراحة عادة هذول بيشفوا بصحة نعم أسباب التشوهات الخلقية إجمالا عند الأطفال ويراسي بتلعب دور هون ما في عندي جواب لأيديك لأنه 90% من الحالات ما إلا سبق مش معروف بعشرة بالمية من الحالات في الوراسي بتلعب في الأدوية اللي بتخدها المرأة نسبة كثير قليلة نسبة أكبر ما فينا نتحضر ما في طريقة نتحضر ما في وقاية لكن لهذه الحالات ما في وقاية إلا أنه نحاول تجنب قدر الإمكان زواج الأربية اللي بتدخل بالعشرة بالمية ولا تدعم ولا تخير هالأشياء ممنوعة بغير بلدين نحن بعضنا عنا درجة هاي دي إحدى الأسباب وعم تسبب حالات كثيرة الشف الأرنبية وإنسا في الحل مفتوح كمان حالات كثيرة بقيت التشوهة نعم فإذا أن الوراسي هي نسبة كثير قليلة معظم الحالات ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف سببها فضروري بنرجع من أكد على ضرورة صورة الأيكو خلال الحمل حتى نكون محضرين أو حتى نكشف ثلاث صورة الأيكو خلال الحمل العلاجات هي ديما عبر الجراحة دكتور راسي ثلاثة ربع وبدون جراحة لأنه بس يكون فيه ثقب بدك تحط شيء بالجدار تمنعي تواصل الدم بين ميلي وميلي من كم سنة بلشوا يسكروا بالشمسي نحط شيء بالجدار أو نحاول نسكر بها طريقة من سكر الثقب صار عدد كبير منها ثقب هيدولي بفوت طبيب بالقلب من الإجر شريين الإجر دون جراحة بيكون الولاد فات على المستشفى صباحا الظهر بيفوت الحكيم اختصاصي القسطرة بيفوت هالديفايس بيفتحه بالجدار بيسكر السئب بعد الظهر أو ثاني يوم صبح الولاد بيفلع البيت هذا عدد من الأطفال البقية تتربعهم بدون جراحة جراحة هذه بس للثقب نسمع بشي اسمه عملية قلب مفتوح لطفل صغير شو اللي بيطلب هالعملية لسوق الحظ في عدد كبير من الأطفال ناقص جزء من قلبه نا بدل ما يكون في بوطين أيمن بوطين أيسر ومثل ما عم نحكي مفتوحين على بعضهم بيبقى في بوطين واحد ناقص بوطين يعني عنده نص قلب قوال بيكون في شريين مثل ما هو مع صمام ناقص كمان في أربع صمامات بالقلب بيكون في واحد أو اثنين ناقصين مضطرين نفتح القلب ونصلح ولكن هالحالات في علاج دكتور؟ من عدد بس يكون ناقص البوطين هدول بيشكلوا إذا بدك هال 5% لقلتون يلي ما بيشفوه بس بيعيشوا بشكل شبه طبيعي هل ممكن نعمل هارت ترانسلانت لطفل صغير؟ أكيد ممكن بأي عمر ممكن ناقص سؤالة بيختر بيختر بنا نعلق كمان على هالصورة هون شو عم نشوفه دكتور؟ هون عم نشوف قلب طبيعي ناقص مبين الغرفتين بالقلب البوطين الأيمن والأيسر فيه دم الأحمر هنا الكريات الحمر والدم الأزرق هلأ إذا من مشيهم لأني ميشهم بيبين كيف بيمشي الدم طبيعي بالقلب بدون يكبسوه تتمشي ما مشيت هلأ بيفرجون أيها هل في حالات منقدر ننطر عليها؟ فيه كتير حالات فينا ننطر عليها هيئتهم مشوه هيدا الدم الأحمر عم يطلع بشريان الأبهر والدم الأزرق عروية هلأ السورة البعض منها هاي حالة طبيعية؟ هاي حالة طبيعية نعم وهلأ رح نشوف السقب داخل القلب بينا السقب بالجدار منشوف أنه الدم الأحمر عم يقطع لمالة الرئتين سح والجراحة بالصورة البعض تورجي كيف منحط رئعة أو منحط شمسية بين القلبين ومنسكر هالتواصل سألتك إذا فيه حالات نقدر ننطر عليها حتى لو عادفين أنه فيه مشكلة كبيرة بالقلب نعم وبيعيشها كلها بشكل عادي وخلالها تردت تلات أربع سنين دكتور راسي بيقدر يولد يعيش حياة شبه طبيعية؟ شبه طبيعية بياخد أوقات أدوية بس بيعيش حياة شبه طبيعية ولد بيلعب بس نحس أنه حياته ما عادت كتير طبيعية من بشر بلعب لأنه لازم نتحرك المناعة عند الطفل اللي عنده هالتشواءات بتتأثر بتكون أوطا؟ بتكون أوطا أكيد بيلقطوا إلتهبات دايما بيعوزوا طعومة خاصة لألون أول سنتين من الحياة تما يلقطوا هالالتهبات أو يلقطوها أخف شوي من ما بتجي بلد طعام بانتزار أنه تلجأوا للجراحة الأدوية اللي بتعطوها شو وزيفتها؟ بتخفف الضغط عن الروية وبتجرب شوي تزيد كمية الدم اللي بتروع على الجسم تهطفه اللي كبر بشكل طبيعي ومنحاول أن تفيد تضخم القلب بس مش دايما بتشتغل هالأدوية هذي اخترعات للكبار بالعمر اللي عندهم تضخم بالقلب عم تتطبق عند الولاد صغار بس منا ما تشتغل مثل عند الكلام واللي بيسبب تضخم القلب هو هو أي سئب داخل القلب بده يضخم ميلي من الميتين بدنا نحكي عن كلفة هالعملية اللي كلنا بنسمع عنها يعني مبالغ باهزة بدنا نعرف ليش هالأد كلفتها وقدية عم تقدر تتنفذ عنا باللبنين ولكن بعبنا نتوقف للاحظة دكتور راسي كلنا بنسمع عن كلفة عمليات جراحة القلب عند الأطفال وحتى عند الكبار اللي ممكن توصل لمبالغ هائلة ليش هالأد مكل في هالعمليات لأنه الوسائل اللي بنستعملها خلال العملية أو الأجزاء اللي بنضيفها على القلب مكلفة جدا جدا لأنه الريسيرتش اللي لنعمل الطي يبتكروا هالأشياء كلفة مصاري بيطلعوها من بيع هالأشياء الصمام اللي بنستعمله عند الطفل حقه بين الأربع وستة آلاف دولار هذا بس الصمام هذا الصمام أعطيني فكرة عن كلفة كيف ممكن تتراوح تتراوح كلفة عمليات القلب باللبنين بين الـ 15 ألف و 25 ألف دولار هلأ كتر خير الله في جهات ضامنة في وزارة صحة في ضمان اجتماعي في جيش البناني شركات التأمين لغاية اليوم ما بتأمن أي من تشوهات خلطية للأسف والجهات الضامنة باللبنين مشكلتنا أنه لبنين بلد بيشتغل بسرعتين يعني تسعيري تلجهات الضامنة مثل وزارة الصحة بعدها 20 سنة لورا يعني بيدفعوا من 20 ألف دولار 7 أو 8 صح وهذا لوحدة ممكن تأخذ